مبغيت نزوج؟ ما نختار؟ يقول الخير أنا فرحان بزادة في هذه الحلقة من كان سمع بالليشي شاب بغي يتزوج و بغي يكمل دينه كما كيقوله و كان فرح و كان شجع بقوة و كانت تفكر القولة اللي قلته لي الوالدة الله يرحمها مين بغيت نزوج و مين بغيت نبني الدار؟ هذه القولة تقول في المورود الشعبي المغربي سيدنا جبريل كيعاون بالنص في الزواج و البني و أكيد بل الله سبحانه و تعالى ارسل سيدنا جبريل و الملائكة يعاونوا سيدنا بي صلى الله عليه وسلم في غزوة بضر الكبرى و غيرها المهم السؤال كيقول بغيت نزوج شكون نختار بصيغة أخرى شنو هي المواصفات نتعى الزوجة المستقبلية نجاوبك على هات السؤال في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم يكون الخير بقوا معنا ما تمشيوا فين اختيار الزوجة المناسبة هي السعادة برأسها واللي عمره ما اسمح هذا الكلام يسمع هذا الحديث الصحيح انت سيدنا بي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه أربعون من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهاني وأربعون من الشقة المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق السؤال المطروح فيه الراها هاد المرأة الصالحة ولا شنو هي المواصفات نتعشي مرأة باش تكون الزوجة الصالحة لهات الشاب الصالح اللي شاركنا الهم والحيرة ديال الاختيار ما نطولش عليكم نبدو أولا بالطلب عند الله سبحانه وتعالى باش يرزقوا الزوجة الصالحة ويلح عليه ويترك الأمر له ويتوكل عليه فإذا عزمتها فتوكل على الله وتكون نية ديال هات الشاب طلب العفة له والمرأة اللي عاديت زوجها ولا بنت له كتر من وحدة وحار شكون يختار عليه بصرات الاستخارة لأن عندها واحد المفعول عجيب استخر الله في هذا الأمر ويكون الخير لا شك أن هات الشاب والإنسان عموما كيبغي الجمال في المرأة اللي بغي زوجها والعائلة والناسب وعلاش الله المال والفلوس وكيبغي أكيد الصلاة والدين والأخلاق قاح حدوم زيانين ولكن شكون ديروه في المرتبة الأولى نخليه سيد نبي صلى عليه وسلم ما يجاوبنا على هذا السؤال وكيقول تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك اختار في الأول ملت الدين والأخلاق وإلا كانت جميلة مزيان وإلا ديت ملت الدين والأخلاق والجمال والنسب والحسب ما كان محسن وإلا ديتها متديينة وخالوقة وجميلة ومن أسرة محترمة وغنية انت هو سيد من الناس غيكون انت مزيان والأخلاق مزيانة أربي يسلك الأمور ديالك ودير بالك باللي ما غاديش تزوج ملاك من الملائكة ويكون الخير كي المعايير أخرى كان اعتقد باللي هي مهمة مهمة بزاف مدام المقصيد ديال الزواج هو الاستقرار غيكون الاستقرار بالأشياء اللي شتنا قبل بالطبع غادي نضيفوا له تلاتة ديال المعايير شخصية وأخلاقية واجتماعية نبدو بالشخصية وهي بالفعل كتختلف من الشخص إلى آخر لأنها شخصية خاصتك تبحث على مرأة عندها شخصية متميزة لي كتبغينتها مرأة ذات شخصية قوية مثلا أو مرأة مستقلة أو مرأة هادئة أو رومانسية وغيرها من المواصفات الشخصية اللي يمكن للراجل يكتشفها ويقيمها فترة على الخطوبة وما ننسوش المظهر الخارجي الجذاب لأن مقاييس الجمال كتختلف بين شخص إلى آخر المهم أنها كتضم صفات مرغوبة عند الرجل أو الخاطر المعيار الثاني معيار أخلاقي يعني اللطف الحنان المعاملة بالحسنة بلما نسو الثقة بين الزوجين مهم جدا في هذا الاستقرار ديال الحياة الزوجية وهناك واحد معيار ثالث هو اجتماعي وهو التكافؤ في المستويات والأهداف وبلما نسو القدرة على تحمل المسئولية امتيلك أساليب التواصل جيدة مع منها التواصل مع الزوج أولا ديالها ومع العائلة دياله وكذا القدرة على مساعدة الزوج لاحقا إذا أخذنا بالاعتبار هذا الشي كله سيتأكد بأن الزوجين يقدروا يبنيوا عائلة ويقدروا يعاجوا تحديات ديال الزمن وهذا ماشي معناه أنه ما سيكونوا مشاكل وإنما سيستطعوا أنهم يحلوا المشاكل أو أنهم يحولوا المشاكل إلى تجارب تفيدهم مع الوقت ويكون الخير في آخر هاد الحلقة سأعود نقول لكم بأنني فرحان بزاف بالشباب ديالنا لي كيفكر جديا في الزواج وما تنسوش باللي سيد نجبريل كيعاون بالنص في الزواج والبني وفرحان بكم وبالمشاركة ديالكم ومتقسم هاد الخير مع الناس وديروا في بالكم باللي باقي ما يتقال كنقول لكم في نهاية حلقة اليوم من برنامج يكون الخير يكون الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنسوح اشتركوا في القناة Pull